الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية العلاقة بين العمارة والسينما استعانت السينما بالعمارة كثيراً لتوضيح فراغاتها المعمارية فكثير من الأفلام تعتمد على الفراغ المعماري لنقل رسالة مخفية تؤثر على مشاعر المشاهد وكيفية تقبله للأحداث فمن الممكن باستخدام التصميم المعماري لعناصر المشهد نقل شعور الخوف أو الحزن أو القلق وحتى الفرح والسعادة والأمل فالتصميم المعماري يتعدى توزيع وتصميم المباني المستخدمة في مكان التصوير بل يتعدى ذلك إلى الجو العام واستخدام الألوان والإضاءة والمساحة بل كل ما يمكن ملاحظته بعين الإنسان بعض الأفلام تحتاج إلى مكان واحد لنقل أحداثها وهذا ما يسمى بسينما المكان بحيث تدور أحداث الفيلم جميعها في مكان واحد وغالبا ما يكون للمكان تأثير كبير على أحداث الرواية ومن أشهر هذه الأفلام التي تعتمد على مكان واحد لتصوير المشاهد في المنافذة الخلفية رير ويندو عام 54 وتسعمائة وألف للمخرج هيتشكوك فلابد أن الصعوبات التقنية المتعلقة بتصوير المشاهد في غرفة واحدة هي ما أثر إعجاب هيتشكوك المعروف باختيار الأفلام الجريئة الطابع والمتحدية فأحداث الفيلم المتلاحقة مصورة من الرؤية المحدودة بنافذة الغرفة ومن خلال هذا المنظور نستطيع أن نرى ما يمكن لعمارة المكان أن تؤثر في الأحداث فإصابة المصور تجبره على رؤية الأحداث من نفس المكان كل يوم مما يستدعي فضوله لمراقبة حياة الآخرين من خلال نافذته المطلة على الجوار ويعد هيتشكوك من أشهر المخرجين الذين اعتمدوا على التصميم المعماري من أجل إظهار أفضل للأحداث والذي يظهر في عدد من أفلامه مثل روب ونورث باي نورث ويست عام 48 وتسعمائة وألف وليه تنسب الجملة المشهورة التي كتبها في الموسوعة البريطانية يجب على مخرج الفن أن يمتلك معرفة واسعة وفهما عميقا للعمارة أما المخرج المبدع وودي ألن الذي زف إلينا فيلم منهات عام 79 وتسعمائة وألف وهو من الأفلام التي يعتبر فيها المكان الحجر الأساسية في القصة فتتحول فيه مدينة منهات إلى الخلفية الرئيسية للفيلم ليرافق المشاهدين في رحلة ممتعة عبر المدينة بصورها الرومانسية المجسدة لفوضاها فعند مشاهدة الفيلم ستؤثر بسحر المدينة وبعمارتها لتبدأ رحلتك مع الملصق الترويجي للفيلم حيث تم المزج بين اسم المدينة وناطحات سحابها لتستكمل جولتك في مدينة الأضواء واللافتات وزحمة السير عبر فيفث أفينيو وبارك أفينيو ومتحف جوجنهام للمعماري رايد فتظهر المدينة على أنها الوجهة المحببة للناس ليختتم المبدع وودي ألن الفيلم بالعبارة الشهيرة يا صديقي إنها فعلا مدينة عظيمة ولا أكترث لما يقوله الآخرون عنها ومن الجدير بالذكر أيضا في المباني كروم للمخرج ديفيد فينتشار عام 2002 والذي يروي قصة أم وابنتها المحتجزتين في غرفة مجهزة بأعلى التقنيات وذلك خلال تعرضهم لهجوم من عصابة تهدف لسرقة المنزل المكونة من عدة طوابق بأحد الأحياء الراقية في منهاته وتتوالى الأحداث في محاولة من الأم للتخلص من هذه العصابة والنجاة بابنتها المصابة بداء السكري يظهر بوضوحا من خلال متابعة الفيلم روعة تصوير المكان والسهولة التي أتاح بها المخرج للمشاهد بأن يكون مراقبا مباشرا للأحداث حيث تم تصوير الفيلم باستخدام كاميرات موزعة في مواقع مدروسة من المنزل يتحكم في هذه المواقع التصميم الداخلي للمنزل وحرية الحركة في الموقع المصور وبهذه الطريقة يتوضح الانتقال السلس للشخصيات في موقع التصوير ولا يغيب عن ذهن المراقب استخدام الإضاءة والألوان لزيادة التأثير الفعلي بمجريات القصة بعيدا عن سينما المكان نجد فيلم بلاي تايم عام 67 وتسعمائة وألف للمخرج جيكو ستاتيفيل الذي يقدم محاكاة ساخرة وأنيقة للعمارة الحديثة المستقبلية في مدينة باريس حيث تم في هذا الفيلم تسليط الطوع على ملامح العمارة الحديثة ونمط البناء العالمي ففي تصور المخرج لمدينة باريس المستقبلية أعطت العمارة الحديثة تأكيدا إضافيا لمفهوم البساطة والوظيفة وكشفت عن العناصر الهيكلية دون تغطيتها تحت أي ضرف مع تفصيلها لاستخدام مواد مثل الفولاذ والنوافذ الشريطية وبهذا الفيلم يرصد المخرج حركة الأبطال باربرا وهي سائحة أمريكية تزور مدينة باريس الحديثة والفرنسي مونسيور هوليد الذي يتوه بطرقات باريس ويصور الفيلم بمواقع عدة كالمطار ومبنى المكاتب ومعرض المنتجات والشقة والحديقة ومن خلال التنقل بين هذه المواقع تبنى فكرة باريس العصرية ذات المساكن الواحدة المتشابهة بنظامها العالمي ومفهوم الانفتاح على الخارج من أثر الأفلام تأثرا بعمارة المكان سلسلة أفلام الرجل الوطواط باتمان فهو كشخصية رئيسية متأثرة بمدينة غوثمان حيث توصف المدينة بأنها الوجه البائس لمدينة نيويورك تعد مدينة غوثمان القوطية بما تحويه من هيكل بيتونية ومساحات هائلة من التقنيات الميتة الكابوس الرجعية للمدن المستقبلية وهي بذلك تشبه الرجل الوطواط حيث تعتبر المدينة بكاتد رائيتها الضخمة المدينة المثالية للخفافيش رغم التصور الحديث للشخصية من قبل المخرج كريستوفر نولان الذي قام باستبدال العمارة القوطية القديمة بناطحات السحاب والأبنية الزجاجية إلا أنها حافظت على الخصوصية المطلوبة لشخصية الرجل الوطواط وبالطبع من خلال التبنيات المختلفة لهذه الشخصية يمكننا ملاحظة تعدد التأثيرات المعمارية بناء على القصة المذكورة كما في الجزء الثالث بتصويره التصميم الخاص بسجن الموت الذي تسجن فيه الشخصية فالتعبير عن هذا السجن على أنه الجحيم على الأرض مصورا من خلال التصميم الشاقولي للسجن الذي يعطيك الأمل بالهروب منه مع استحالة تحقيقه ويدفع بالشعور بضآلة السجناء أمام التصميم العملاق للسجن ولكي ندرك فعلا أهمية العمارة في الأفلام فلنحاول أن نتخيل أفلامنا المفضلة بدون مميزات مواقع التصوير الخاصة بها أو لنحاول أن نتخيل هذه الأفلام في بيئة مختلفة هل من الممكن أن تمتلك ذات التأثير علينا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر